طيب عندنا شوات زي ما قلت لك كده في أول اللقاء بتاعنا ده احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في هذه المادة وهي الان اللي هي المدة مشكلة البنوك بقى والمؤسسات المالية دي لا تتعامل إلا بالسنوات يعني ما بتتعملش إلا بالسنة طيب افرد أنا يعني خطت المبلغ من المال لمدة سبعة شهور أو سبعة شهور ونص أو تسعة شهور يعني ما كملش سنة أو تمنتاشر شهر أو تسعتاشر شهر يعني ممكن نتعامل بالشهور آه لأ بس بيقولك لازم تحول الشهور دي لسنوات اللي أنا بقوله النهاردة ده ده اسمه ايه يعني أرضية المادة أو التأسيس بتاع المادة فلازم نفهم كواس جدا طب لو هي جاتلي بالشهور اعمل ايه لو جاتلي بالأيام اعمل ايه شوف أنا أقولك لازم تتحول إلى سنوات ازاي لو جاتلي المدة بالشهور مثلا أحمد حط المبالغ لمدة سبعة شهور أروح قسم السبعة شهور دوله على اتناشر كده بقى اسمهم سنة ما بقى اسمهم شهور لو سبعة بس يبقى اسمهم شهور لكن لو قسمتهم على اتناشر لأن السنة فيها اتناشر شهر يبقى كده أحمد تعمل بالسنوات وليس بالشهور يبقى سبعة على اتناشر دي نشوف قد ايه طيب لو قلت لك أحمد تعمل 6 على 12 6 على 12 دي فيها النص يعني الراجل ده حط مبلغ لمدة نص سنة نص سنة يبقى لما جاتلي بالشهور أقسمها على 12 ما فيهاش مشكلة دي وسهلة وجميلة طب لو جاتلي بالأيام بقى وقصة الأيام دي قصة بقى هنتكلم فيها شوية حلوية لو جاتلي بالأيام لازم نبقى عارفين عدد أيام السنة طب والسنة دي يا إما أنا بتعامل بالسنة الميلادية بتعامل بسنة 2000 و2005 مش بتعامل بالألف و400 لأن كل البنوك ومؤسسات المالية في العالم كله في أي مكان في القرى الأرضية بيتعامل بالسنوات الميلادية وليست الهجرية فعدد السنوات الميلادية يا إما 365 هنعرف 365 يوم أو 366 يوم أو في حاجة بقى خاصة كده اسمها 360 يوم برضو هنعرف إمتى كل واحدة موما تعرف لي بس الأرقام دي مؤقتا لغاية ما نعرف إيه هي السنة الميلادية وبتنقسم لإيه وإزاي بتختلف عدد أيامها ما نستعجلش هنعرف كل حاجة في وقتها الملحظة اللي في الشريحة دي مهمة جدا جدا إن التعامل في الرياضة المالية يكون مع شهور الإيه؟ الميلادية وليست الهجرية حضرتك طبعا كلنا حافظين طبعا محرم صفر ربيع وحافظين الشهور الهجرية لكن لابد من معرفة كل الشهور الميلادية بعدد أيامها طبعا دي حاجة أنا لاحظت طبعا في المحاضرات إن الناس مش عارفة اسم الشهر عارفين شهر واحد اتنين لك مش عارف اسمه إيه الشهر الميلاد ده لازم أعرف اسمه ولازم أعرف عدد أيامه وثم نعرف ما هي أنواع السنة الميلادية بقى نفسها وده من خلال الشرائح الجاي عملت لك جدوى البسيط خالص كده يوضح أسماء الشهور وعدد أيامه بص الجدول ده مقسوم كده طبعا السنة طبعا 12 شهر ربنا خلقها إيه 12 شهر فأنا حتطلق 6 شهور في العمود ده كل شهر رقمه برقم وجنبه هنا اسمه يبقى دي شهر واحد اسمه يناير شهر اتنين اسمه فبراير شهر تلاتة اسمه مارس أربعة اسمه إبريل خمسة اسمه مايو هنحفظ الكلام ده ستة اسمه يونيو سبعة اسمه يوليو تمانية اسمه أغسطس تسعة اسمه سبتمبر عشرة اسمه أكتوبر حداشر اسمه نوفمبر اتناشر اسمه ديسمبر يبقى حضرتك مهمة حفظ هذا الجدول مهمتك كطالب طيب ده هتلاقي على النتيجة عندك على الجوال اللي انت مسكه في ايدك أو في مكتبك أو أي مكان هتلاقي فيه نتيجة في اللابتوب في أي حتة هتلاقي النتائج اللي بتتعلق الحيطة في الأجندة فأي حاجة هتلاقي فيه نتائج مكتوب فيها الشهور المنادي طب يبقى حفظة اسمه الشهور دي هتيجي مع الوقت وهتقدر تحفظها وبسيطة إن شاء الله المشكلة بقى عندي في عدد أيام الشهور طيب أنا هخفظها لك بطريقة ظريفة كده عشان ما نتلغبطش فيه شهور بتبقى 31 يوم زي ما انت شايف يناير كده وشهور 30 يوم زي ما انت شايف مثلا إبريل كده طب الله واحد قال له لطا ده فيه شهر غريب كده فيه 28 يوم وشهر اتنين ده بقى قصة لوحدة نتكلم عنه شهر اتنين ده الوحيد اللي في الـ 12 شهر يا إما ييجي 28 يوم يا إما ييجي 29 يوم وإمتى ليه شرط عشان أعرف إمتى ييجي 28 أو 29 طب عشان أحفظ أنا الكلام ده كله ببساطة هحفظها لك بالطريقة اللي أنا وانا كنت طالب زي كده كنت بحفظها بالطريقة دي كنت بقول الشهور الفردية من 1 إلى 7 إيه هي الفردية شهر 1 شهر 3 شهر 5 شهر 7 دي اسمها شهور الفردية من شهر 1 إلى 7 دول كلهم حضرتك 31 يوم شهر 1 بقى نحفظ بقى لازل تذكر بالكتابة ها ما فيش رياضة تذكر بالعين اسمه يناير شهر 3 اسمه مارس شهر 5 اسمه مايو شهر 7 اسمه ايه اسمه يوليو هذه الشهور كلها تساوي 31 يوم ما بتتغيرش لا ما بتتغيرش سابت ربنا خليقهم كده طب ثم فيه بقى شهور زوجية من بعد السبعة نبدأ 8 ثم 10 ثم 12 خلصت السنة كده دول زوجي دول برضو 31 يوم الله يبقى أنا عندي كم شهر 31 يوم شهر 1 و 3 و 5 و 7 وقلب زوجي بقى 8 10 و 12 دول سبع شهور السبع شهور دول 31 يوم لا يتغيروا تحت اي ظرف من الظروف طب بقيت الشهور بقى باقي الشهور كلها 30 يوم بقى الشهور كلها اللي في الفراغات بقى 30 يوم ما عدا الشهر العجيب ده اللي هو شهر فبراير يا اما 28 يا اما 29 ما نمشيها كده ايه نقولها كده ببساطة خالص فردي 1-357 وزوجي 8-10 من بعد السبعة اللي بزوجي 8-10-12 دول 31 يوم الباقي كله 30 يوم معادة شهر فبراير 28 او 29 يوم دي طبعا مهمة الطالب في حتة الحفظ ولكن انا حاولت اساعدك في تبسيط عملية الحفظ عشان ما تبقاش بقى ايه عملت قرالي الجدول ده لو قارته من هنا لبكرة 100 مرة مش هتحفظه برضو لازم توجد لنفسك طريقة لحفظ اي حاجة محتاجة حفظ